طيب حتة اختانية مشاكسة فكرة مهنة المحامي وانا ارجو ان السادة المحامين هم يعني كلهم اصدقاء وعارفين انا بتكلم عن من ينحرف عن السلوكي قوي مش بتكلم عن فئة كل فئة فيها الاعلامين فئة منحرفين اطباء كل فئة فيها الصالح والطالح لكن فكرة مهنة المحامي هي الحقيقة فيها صراع نفسي شديد وصراع الضمير كمان عند المحامي شديد ما بين انه مهنته ايضا زي وزي القاضي المفروض احنا بسمي المحامي حتى في بعض احيان القضاء الواقف نعم مهنته هو البحث عن العدالة وتحقيق العدالة في القضية لكن من صلب مهنته كمان ان يدافع عن متهمه نعم وان يحاول وفقا للديل او التعاقد او الاتفاق الذي تم بينه وبينه وبين المحامي بين المتهم انه يدافع عنه حتى النهاية وانه يرعى مصلحته حتى النهاية وانه يجب له لو بتاع اخف عقوبة يعني في النهاية يعمل كل حاجة لان هذا هو شريكه في هذا الاتفاق صراع لازم اعترفين انه صراع خصوصا لما المحامي كمان ما بيبقاش عارف بداية القضية او مش متحقق اوي من مدى ثبوت برائط متهمه ابو التهب وكله اموكل اقول لي حركة فاني لا 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 الصحراك يعني اعتني بالذاكرة الى مسألة اعتقد ان كل شخص الذي قدر من الضمير وسلك طريق العمل القانوني في مهد طريقه اعت فترة بينه وبن نفسه بيحوم حول هذا السؤال صراع نفسي شديد كل واحد اعتمر به زي ما عنده عقيدة دينية عقيدة يعني ايه عقدة داخل النفس لا سبيل لفكها تمام ولا تطفو مرة اخرى من اللاوعي للوعي ان انت تتناولها بالنقاش حلو اصبحت خلاص معقودة بداخلها مفهوم كذلك هناك عقائد اخرى جوه الانسان بيضحف فترة من حياته تشكل نسق القيمي من ضمنها الاجابة على السؤال اللي احراك بتقوله اولا المحامي زي ما احراك قلت هو يدافع عن متهم وليس عن جريمة والفرق جبير جدا بين الاثنين يعني لما بقول ان هناك الف ده متهم بالقتل فاقف لأدافع عنه التمث له البراءة فانا لا ادافع عن القتل صح ولكن لا ادافع عن شخص متهم الاصل فيه انه بريء حتى تثبت ادانته بادلة معتبرة كويس وده الاصل الشارع زي ما انت حرطك اللي اخذ منه فكرة ان كل شك يفسر لصالح المتهم ليه لان الاصل انه بريء صحيح والاصل ده لا ينفك عنه الا بيقين المتهم بريء حتى تثبت ادانته القاعدة المهروفة الامر التاني اني زي ما حراج بتقول كده طيب هو لما انت تقف تدافع ايه شعورك الضمير انا بكلمك عن نفسي كويس ورب العالمين يشهد على ذلك عشان بريء كان دي مسألة نصر قيمة داخل كل واحد جدا جدا صعبة صعبة جدا اذا اتصل علمي يقينا ان هذا الشخص قد ارتكب هذه الجريمة وكانت من الشخص الذي هو موكل ايه الموكل وكانت من جرائم الدم لن استطيع ان اقف مدافعا عنه الا اذا كان هناك مخرج كأن تصالح مع ولي الدم وسدد الدائل اخر هذا انا ضميري ما تحملهاش تمام لكن خارج جرائم الدم ايوان هناك ساعة في مسألة فيها اريحية زي ليه فيها ساعة اقول لحضرتك ليه الحق حق ما نحقول لحضرتك ليه لا الحق حق يا دكتور ما نحقول لحق لا مش عجباني طب حاشرحها حق الدم ايوان زي حق العرض طبعا زي حق المال ما هو يا فندم ما جرائم الدم هنا جرائم الدم هنا معناها مش مجرد ما تزعلش مني بس لا مش مجرد ان حراك ختاب جرائم الدم هنا اقصد بها الجرائم التي يغلب فيها حق العبد على حق الرب اللي مصنفة كده اللي هي جرائم اللي اعتداء على الحقوق الشخصية صح اغتصاب هدك عرض قتل سرقة الكلام ده كله اه تمام تمام اللي هو فيه ظلم البشر طبعا هنا الظلم بقى ملوش عليك بالدم طبعا ظلم البشر اه ده ده اللي اقصده يعني